السلام عليكم ورحمة الله كيف ديري؟ لبس عليكم نتمنىكم يا ربي دائما تكونوا بخير والاخير وفي احسن الاحوال يا رب ان شاء الله في هذا الفيديو سنشوفوا مع بعضيتنا مجموعة وصفات او لا اقتراحات لأسبوع كامل جدول أسبوع ان شاء الله بوصفات واقتراحات في متناول جامع وديل هاد الوقيتة افكار بسيطة تغيروا بها ان شاء الله في الموائد ديالكم سواء الغداء او لا الاشاء وهذا تحت طلب العديد من الاخوات اللي كيبغيوا بحال هاد الاقتراحات او لا بحال هاد الوصفات يغيروا بهم يعني الاخوات كيحيروا اشنو ممكن يوجدوا قد نتقسم معكم ان شاء الله كيف قلت في البداية وصفات متناول جامع كلها كنحتاجوها ان شاء الله والديدة وبسيطة وديل هاد الوقيتة ما تنسونيش اخواتي فضلا من شجاعة ديالكم الله يجزيكم بخير من باب التشجيع والتحفيز كيف كنقول دائما نبدأوا على بركتي الله باول اقتراح اللي غدي يكون ان شاء الله في اليوم الاول اللي غدي يتكون ان شاء الله شعرية بماطيشا او لا المقرنية بماطيشا وتجاج كتجي رائعة رائعة هاد الوصفة هدي نتمنىكم اخواتي فعلا انكم تجربوها بهذا الطريقة كتجي لديدة هنا يفطنجرة او لف في الكوكت غدي ناخد خليط ما بين زيت نباتية وزيت بلدية واحد الحباء دي البصل اللي كنكون حكيتها في الحكاكة الغليضة شوية دي الملحة وغدي ناخد ضغيسات دي التومة غدي نقطعهم بهذا الطريقة هدي يعني غيرها كاية بالسكين وممكن اننا نهرسوها بشي حاجة بحلكة ونخليوها صحيحة لانا كنحتاج ونديروا واحد الكيميا شوية بزايد ديال التومة هاد شعلاش منحكوهاش كتعطي مضاق مختلف على اننا غير نهرسوها بيدينة كتعطي مضاق زوين ورقة ديال الرند وديها سيدنا موسا وكنقلي هاد البصيلة هادي مزيان حتى غدي تنزل وغدي نضيف طريفات ديال الدجاج اللي عندكم اخواتي كين جنيوحات كين اي اذا عمال كيف كنقولو الكبيدة مع القنيصات اللي عندكم نديرو هذه الاغلبية كتمشي بدوك الجنيوحات ودوك طريفات ديال انا كانت عندي هنا شوية ديال الكبدة وكتعجبني فيها الكبدة هاد الوصفة هادي الكبدة ديال الدجاج مهم اللي عندكم طريفات ديال الدجاج وضفوهم في هاد الوصفة هادي بالنسبة للعطرية عندي سكين جبير عندي الخرقوم او الكركم واحد المعلقة تكون عامرة وشوية ديال اللي بزار ونحاول انني انقلب هاد القطع هادو ديال الدجاج في هاد العطرية كنقلبهم على الجوانب يعني مزيان هاكاية باش كاتشرب لي هاد العطرية اللي درنا غادي نضيف شوية ديال زعفران حر وعندي شوية ديال سمن اللي كيتواته بشكل كبير مع هاد الوصفة هادي غير ما يكونش دك سمن الحار بزاف وممكن اخواتي انكم تديرو شوية ديال العطرية ديال الدجاج او لالمروزية ديال الدجاج اللي لم توفر لكم ممكن انكم ديرو رسم علقة هنايا ضفت واحد جوج حبات ديال ماطيشة اللي كيكونو محكوكين ولا عندكم تماطي مجاهزة يعني موجدينها من قبل ممكن انكم ديروها سوف نقلي في هاد القطع ديال الدجاج مع هاد العطرية مع البصيلة مع ماطيشة وضفت الربيع يعني خلط ما بين قصبر ومعد نوس وردوا البال ان الدجاج كيكون مصول بالملح يعني ما تكتروش الملح مرة مرة كمقا نقلب في هاد القطع ديال الدجاج حتى كنحس بيهم انهم تشربوا مزيان هاد العطرية باش الدجاج ديالنا كيجي ابنين ضرورة اننا نحاول اننا نقليوهم زيان غادي نضيف واحد المعلقة صغيرة ديال مركز طماطم وكمياء ديال الماء سافي غادي نسده على الطنجرة ديالي لكم عارفين تجاج دغيك يطيب واحد عشر دقيق كيكون كافي انه يطيب من بعد كنهز هاد القطع هادو نحيدهم على جنب وهنا زيت العطرية ديال المروزية ديال الدجاج او لا المساخن كل واحد وش كي بغي اللي بغيتوها بالمدق ديال المساخن غادي نديرو يعني المساخن هما اللي كنديرو في الرفيسة كتجي فيها رائع رائع وغادي نضيف هاد النوع هادا ديال هاد الشعرية هادي انتو ما خدو اي نوع من الاختيار ديالكم غير خدو الحجم ديالهم كيكون صغور من الاحسن يكون صغور غادي نزيد مزيودات ديال الفلفلة حارة اخترت هاد النوع هادا ديال الشعرية اللي كتكون مجعبة ولكن الحجم الصغير نفس الوصفة ممكن تبقوها مع اي نوع ديال العجائن او اللي بغيتو غير هوياء يكون الحجم دياله صغير سفي كنبقا مر مر مره انا كن كيف كنقولو كنحرك في هاد شعرية هادي ما نغفلوش عليها وما كنديرش كمية كبيرة ديال الماء ملو ولي يعني ذاك اللي درنا فيه ديال الدجاج هو اللي غادي يطيب لي ان شاء الله هادا باش ما نبقاش نزيد في المارا قنتم منكم تكونوا فهمتوني وكنحي دوك القطع ديال الدجاج باش هكا يرم قنحركها ما يتفتوش لنا يبقى صحاحين وضروري اننا نخليو فيها شوية ديال الروا لانها هكا تشرب كيف قلت ممكن ديرو دوك الدرسات ديالتوما صحاحين كي يجو في هاد شعرية كيف قلت مزادين وتكون بمدق ديال المساخن حتى هي كاتجي زوينة بزف خصوصا مني كي يبرد الحال كاتجي رائع قبل ما نبدأ ونحطوه اه الطبق ديالنا كنهزدوك الطريفات وكنحطهم الفوق باش كي يسخنوه صفي وكنقدمو الطبق ديالنا على هاد الشكل هادا متأكدة متأكدة يلا جربتوها ان شاء الله غاد يتعجبكم بهذا الطريقة هادي ديال الدجاج واي نوع او لا اي طريف من عندكم يعني من الدجاج اللي عندكم ممكن توظفوه ممكن يكونو جنيوهات كيف قلت ممكن يكونو ذوك القنيصات مع القليب مع الكبيدة وديرو بها هاد الوصفة هادا كتجي لديدة كتجي رائع اخواتي مع مزيودات ديال فلفلة حارة واندوزو نشوفو مع بعضياتنا واحد مولاتي قصرية ديال كسكسو باسمي ذاك تجي كتح مقل ديال بالخضره وبتفايق وغاد ينشوفو مع بعضياتنا خبيزات ديال بيرجر بحجين اكتر من رائع تكون كفكرة انكم توجدوهم بحال هكالوليدات ديالكم سواء اللعشاء او لا يديهم معهم المدرسة واحد العجين اللي رائع اخواتي وحشوه ارواع نشاء الله هذه الخبيزات هادا يوليو معتمدين عندكم تاCommون الوليدات ديالكم لا يمكنكم التحريرون كما تعطيوهم بحال هكاله يكونوا كاقتراح لانش بوكس للوليدات او لاحتى ياخدوهم في البيت شوفوا معايا كيف ياندوا في البداية نحن نشوفو مع بطياتنا الكسكسو هو اللول نحتاج لها معلقة كبيرة الخرقوم معلقة كبيرة سكينجبير نصف معلقة البزار حيث عندي شوية حار وعندنا نصف معلقة صغيرة العطريات او للمروزية الدجاج الى توفرات ما توفراتش ماشي ضروري وعندي اسمن وعندنا الزافرة الحار يعني هاداك سكسو على حق وطريقه كي يجيز الديد الزافرة الحارة طبطوء في الماء كان عندي شوية المدافئة لانني مكنش مرتبها من قبل ودوك شعارات اللي يتبقه وفرقت عليهم كمية ديال الماء سيجعله لانني سنضيفه في البصلة الذي سنعسل سنضيف واحد ضريس ديال توما لما يجعل توما في المروزية او فى الكسكسو ديال تفايا انا كنت اخذ واحد ضريس ديال توما صدقوني كان شوئي بزاف 1 كاس ديال الماء باش غدي نخلط او لا باش غدي نوجد هاد شرموه هادي اللي غدي نوضع فيها دجاج عندي فروج واحد او لا طير واحد ديال ديال مقسم على جوج الى ما عندكمش الزعفره للحر ممكن تعوضوه بديك الضويمة ديال الزعفره للحر ما نحتاش نوصيكم على دجاج يكون منطف بالطريقة الصحيحة دائما كنقول هاد الجملة هادي يعني المدق ديال الجرج الزويم راه كله في الغسيل يعني 90% ولا 95% ديال المدق الزويم غد يكون في الغسيل دياله روصلوه زيان بالملحة الحامض سكين جبير وخليوه يتسقطر على جم ولعندنا وقيته يكون احسن اننا نخليوه دجاج ديالنا مرتب في هاد العطرية هادي او لف هاد شرموله ما تنسوش الملح بطبيعة الحر اني قدرتها غير كان الفيديو مسرع وما ذكرتهاش الملح ضروري ولو انه يكون عندنا مرسول بالملح بطبيعة الحال كان مرر هاد الدجاج مزيان وكان خليه مرتب في هاد العطرية كيف قلتي لا عندنا لوقت يكون احسن وديك العطرية ديال المروزية ديال الدجاج تهيك تعطيه مدق زوين لان عندنا دجاج بالتفايا مع الزل طنجرة اولى البرمن يصب في هاد كس كسو عندي تقريبا واحد جوجبصلات لانه عندي مثوصطين كانت كبير مقبضة كبيرا مقطع مكعبات و نضيف زيت نباتية و نضيف طريفات الجاج يجب أن يكون مقسوم على جوش لديكم طريفات و ليس مشكلة المهم نضيف قدقة هذه العطرية التي تبقى لها لا نضيفها نضيفها و نضيفها سوف نضيف الطنجرة تشحر قليلا و نضيف سميدة كسكسوب سميدة عندي كيلو سميدة الغليضة الخاصة بالكسكسوب ان شاء الله نضيف اسمها في تعليق التي نخدم بها نتيجة زوينة و معمرها لا تحشمكم الأخوات التي لا تضيف كسكسوب سميدة غير زعمه سوف نضيف الكمية الزيت نباتية تقريبا 1.5 كاس الزيت لتلبس الحبيبات سميدة و غير تبعوا معي خطوة خطوة و لا تخافوش من كسكسوب السميدة رافيت دائما كانت قصمة معكم في الفيديوهات السابقة و كان أخوات اللي عاد كيلتحقوا بالقناة مرحبه و ألف مرحبه و من هنا نقول لكم اخواتاتي في الفيديوه فضلا فعلوا الجرس بالطريقة الصحيحة باش توصلوا دائما بجديد الوصفات و الحلقات و ما تنسونيش منتشجاعات ديالكم الله يرضى عليكم ما تنسوش لي اللايك ما تنسوش تعليقات الزوينة اللي كتتحفزني باش نعطي المزيد صافي هنا بعد ما لبسته تلحو بايبات مزيان خاسكم تبعكوهم باش هكا ما يتلصق ما يتعجل مواله و تبارك الله كيف كنقوله كيتضاع في الحجم دياله صافي غادي ندير هاد الكسكسوب او لهاد سميدة في الكسكس و غادي نمشي والطنجرة ديالنا اللي درت فيها دك دجاج مع البصيلة كيتقلاو نشحرهم على الجهة تبجوش و ممكن تديروا فروج صحيح غير هواية انا اقسمتوا باش كتدخلوا العطرية مزيان و هاد الكسكسوب يعني ماشي ديال شعرادة او لا ضيافة او لا المهم المهم راكم فهمتوني كم بغي يكون مشربوا لديد صافي غادي نمشي نقلبوا و رد البال انه يبقى قابط فراثه صافي دابة بعد ما قلبتوا على الجهة تبجوش عندي واحد الزلافة ديال الحمص اللي كنكون مرتبها للاقبل ضروري الحمص نكون مرتبينه عندي واحد الربيطة ديال الربيع خالط ما بينقصبره مع نوس و غادي نمرق بالقياس اللي غادي تبليه فيه او اللي غادي تبدالينا فيه الفورة الأولى اللي غادي رو فيه الفورة الأولى اللي غادي تكون غير على الحمص مع الدجاج اللي كالربيطة كنوضعها في الداخل و عندي عويدات ديال القرفة عويدات ديال القرفة ديروهم إلا عندكم ديروهم دابة صافي و كنخلي كسكسو افور او لسميدة تفور على هاد المريقة هادي و كتجي في هادك الماضاق ديال العطرية اللي درنا غطيه بوحد سريبيتة و خليه يفور مزيان ها رجعت باش كنوجد اتفاية هادي معاكم دقة دقة كيف نصبت انا الكسكسو ديالي هادي معاكم دقة دقة هادي ناخد الكوكوت صغورة ولا تنجرة خديت فيها البصلة عندي تقريبا هنا واحد اقول لكم ستادي الحبات قطعتهم جوان حرق ووقين اضفت لهم شوية ديال الملحة زيت نباتية و شوية ديال العطرية ذاك شي اللي درنا فتسكسو هادي نديرو هنا او لف طنجرة او لف البرماء هادي نديروه اللي هوية الخرقوم البزار سكينجبير و هادي نضيف ذاك الكمية ديال المال اللي درس في هادك شعيرات ديال الزعفراء الحر باش ما غدنشي ما نضيعهم شركة تلقو الجهد ديالهم واحد المعلقة ديال الزبدة اضفتها بعويدات ديال القرفة سوف ينهز هاد الكوكوت يعني نقلبها بهاد الطريقة اللي غادي نشوفه معايا و غادي نسبدع ليها على عافية مهيلة و نخليها راكم عارفية لبسلك اطلق الماء و حين عندنا ذاك الكويس ديال ما اللي درنا فيه الزعفراء الحر ارجعت الكسكسو ديالي را نلقي توقفار يعني طلعت فيه الفورة مزيان و يكون مغطي بذيك السيريبيتة باش كي يرجع عليه البخار سوف ينبدأ نحل في ديك السميدة بهكا بوحد المغرفة ديال اللعود و نحاولو اننا نفكو منها يعني منك تكون مجموعة نحاولو اننا نفكوها مزيان غير تبعو هاد المراحل سواء الكسكسو ديالي كيكون بالخضراء كيف ما بغيتو بغيتو ديرو بسميدة غيتبعو هاد الخطوات ان شاء الله باش تفورو سميدة و تنجح ليكم حيات بزاك ديال اللبنات كيتخوفوا منها نصيحة نصيحة هو انه في هاد الفورة اللولة حاولو انكم تفكو هادوك الكويرات و ما تبدو ترشو بالماء حتى كتكون بردوها شوية يعني تكون تبردات سوف ينضير كمياء ديال الملحة ممكن تدوبوها في الماء و ممكن ترشوها نيشان سوف ينبدأ انا رش في الكسكسو ديالي او لف سميدة او لف سميدة و انا كننشربها المرحلة اللولة ما تزعموش يعني في اللول ما تزعموش في الماء نصيحة و بالنسبة لكمية ديال الماء سوف تبقى على حساب الكمية اللي قدرتون تومها ديال سميدة عينكم ميزانكم المهم سوف تخليوها واحد شوية وترجعو الى القيتوها سوف يرىها ناشفة و نشفو بقى باين الليكم خاصها واحد شوية زيدوا واحد الرشة لا تزعموش في الماء في الخطوة اللولة سوف نرشها هكا و نخليها تشرب و نرجع الى طنجرة سوف نحيد الدجاج لانه طاب في الفورة اللولة سوف نحيده قلبوه للقيتوه الطاب سوف نحيده لقيتوه بقى خاصه شوية سوف نحيده سوف نحيده هنا راني طفيت على البطة بيش ميتشتت سوف نعرف ان الدجاج ميتشتت كيف نقولون عندي الحمص سوف نضيف كمية الماء سوف ندهنه بشوية السمن و بشوية الزبدة بشوية الزبدة سوف ندخل الفران عند التقديم إلا بغيتوه يعني إلا بغيتو تحمره و بغيتو تحطوه عندكم واسع النظر سوف نضيف بالقرع الحمرة وبخيزه بعد ما نقيته نحيده غير شوية من ذاك القلب اللي كيكون غير في المقدمة الخيزه يعني باش مكيته الرسلينة يبقى قابط فرسه سوف نضيف القرع الحمرة بعد ما قطعتها على هاد الشكل كيف تشوفوا معي كنخضره غير بالقرع الحمرة و خيزه غادي نزيد شوية ديال زيت البلدية و شوية ديال سكينجبير شوية ديال خرقوم كيجي من السم و كيجي معطر أنا بنسبة لي ضروري الإضافة ديال العطرية في آخر مرحلة يعني في الخضرة في الأخر ديال بسكسو عندك هما والحريرة ها نرجع السميدة ديالي كلها رهات شربات سوف نديرها باش تفور الفورة الثانية وهنا كنرجع اللبصلة اللي غادي نخدمو بها تفايا شوفوا كيفش حلت عليها لقيت هنزلات و ضاخت يعني هبطت و تلقات واحد الكمية ديال لمع نضفت هنا الزبيب العينة بالمجفخ عندي هنا واحد نوعه هزيديك الحبه ما شاء الله كين واحد نوع ديال الزبيب غليل و كين ديالرقوق أنا خلطت بناتهم غسلوهم مزيان و ارتبوه شوية في الماء و اضيفوه صفيف هاد المرحلة ما غنصدش تنجرة يعني غادي نشعل عليه و نخليها مغطية بحل شي جاميلة مره مره كندي و نجيب فيها هنا الفورة الثانية ديال كسكسو هي هادي بعد ما فر ثاني بنفس الطريقة غادي نحاول انني نحلها مزيان و نشوفوا معي رهام فروزة و كنبقى نرش في الماء و انا كنحل في هادو كل الحبيبات ديال السميدة راه كدجين فروزة حبكت القطختها و صدقوني اخوتي بالنسبة لما كيدرش لكسكسو بسميدة يعني هادي بين قوسين راه ما كيتقل على المعدام ما كيدر موال و كيجي خفيف صافي غادي نخلي هنا يتشرب و نرجع التفاية ديالي او للضغميرة ديالتفاية شوفوا معي كنبقى نحرك فيها نحرك فيها في هادو المرحلة قد ينضيفوا واحد معلقة كبيرة ديال العسل و كنبقى نقلب فيها انتوما اللو اللي بغيتو بغيتوها تجي مكرم كيف نقولو اعطيوها شوية ديالسكر زايد او للحلاوة زايدة لانه لما درتوش السكر او لما درتوش العسل او لما درتوش العسل ارى ما كتتتحمرش بغيتوها هادية في القياس معلقة كتكفي صفيحة كتتوصل لذيك الدرجة اللي كتبغي انتوما الكسكسو ديالي بعد مفار صفيحة ها هو واجد كنقدو و المريقة ديالنا صفيرها طابت كنضوقو بطبيعة الحل و هناك بده نسقفو الوسط و كندير واحد المغيرفة باش كنوزع ذيك المرقف الداخل اخواتي او لا متذبعتي الغاليات شوفوا معي البنات انا كنبغي كسكسو تحت سخون كنبغيش نبقى نزوق فيه و نخليه برد انا كسكسو كنبغي زوين كنبغي زوين كنبغي زوين كنبغي كسكسو زوين كنبغي كسكسو تحت سخون اما مني كنبغي برد ما كنبغي زوين لا ولا رفيسة لهذا مركزت شبز زاف على التزيين ابقيت غادة غادة كنحطو واحدة تريف ديال القرعة شوية ديال الخيزة و كنسقي و كنحط دكتجاج انا دخلتو الفران اتحمر شوية و الحمص كنسقيه او لا كننرشو في الجوانب المهم هو الماداق كيف كنقول ديما كتعرفوني كنقوليكم المهم هو الماداق صدخوني كتجي لديدة لديدة و لو بغيتوا ان شاء الله قصرية ديال كسكسو بريستيج ديال تفاية خليوها ليا في التعاليق و انا معاكم ان شاء الله دابا كي يلبرد و هما محتاجين ان يعني الدرقالسين باغين كسكسو تحت سخون ذاك الشعرش كنزرب عليه و كنحطو بهات الطريقة هذي تفاية من الفوق غير جربوه اخواتي غادي ينجح معاكم ان شاء الله كي يجيل ديد سقوا كيف مما بغيتو و اللي تشاهات هذي السرية ديال كسكسو تسمح لي غادي ندوز نشوف مع بعضيات نخبيزات ديال بيرجر اهنا يا غادي ناخد واحد نص كيلو ديال دقيق او ربعة كيسان ديال دقيق رطب غادي نغرب لهم و غادي نعجنهم في العجانة بالنسبة لهاد العجانة فيما كان عجن فيها كجيني تساؤلت كتير عليها هاد العجانة خديتها من بيمي ممكن داروها مرة واحدة و حبسو ما عودوهاش يعني دائما فيما كان عجن فيها كجيني تساؤلت عليها غادي ننضيف الملح القيص ديالنا اللي غادي يملح معلقة كبيرة ديال حليب مجفف شوية ديال السكر باش يحمر لنا هاد الخبيزات هادو والخميرة القياس اللي غادي يحمر لنا الخبز ديالنا معلقة صغيرة ديال الخردال اولى ديال المتغد اولى نص معلقة باش غادي نسم بهاد الخبيزات و نصف كيس ديال الخميرة كيموية اولى البيكين باودر غير نصف سوف يوكا نزيد الماء شوية بشوية بطبيعة الحل المدافي اكيد المدافي لان الحل بارد غادي نغطي على العجانة ديالي و نخليها كتعة عجان و انا مرة مرة كنزيد القياس ديالي ديال الماء باش نشوف واش خاص العجينة خاصها تكون شوية خفيفة ضروري هاد الخبيزات باش يجيون خفافين من الداخل او لمسفجين تكون خفيفة ما تكونش قصحة تكون كتلتسق في الدين انا كنهزها هنا و كنبيل لكم كيفاش هي خاصها تكون فشكة تدلك غادي نضيف لها واحد معلقة كبيرة ديال الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ يعني يكونوا مخرجينها من قبل من تلاجة و ممكن تعجنه بطبيعة الحل غير في القصرية يعني عادي شوفوا معي العجينة كتكون ارتباء سوف نقطع لها و نخليها تختامر سواء عجنتها في العجينة او لا في القصرية غادي ندوز باش نوجدوا الحشوة في المقلاة عندي شوية ديال زيت ناباتية و عندي واحد الحبة ديال البصل اللي قطعتها مكعبات كيف كتشوفوا معايا الملحة بطبيعة الحل و كنبقان شحر في هاد البصيلة هادي حتى غادي يتنزل هاد الاقتراح ديال الخبيزات كي بغيوه الوليدات يعني كي بغيوه الصغير و الكبير و كي يجيلدين هنا عندي شرائح ديال الدجاج اللي كانوا عندي مشحرين من قبل عفوان مشار ملين مشار ملين من قبل ممكن ديروا قطع ديال الدجاج مقطعين مكعبات صغيرة و خاكنوا عندي مشحرين يعني تتبيلة كانت تنقصة فيهم غادي نزيد ديال شوية ديال توم بودرة و شوية ديال تحميرة او لا البابريكا شوية ديال خرقوم شوية ديال سكين جبير يعني العطر ياللي كتوتا مع الدجاج شوية ديال سودانية او لا الشطة ممكن تكون شوية ديال هريسة و هناك توابل المكسيكية و هناك توابل المكسيكية يلا توفرت يعني شوفوا انتم تتبيلة اللي عندكم المهم حاولوا تنسمو ذك الشي اللي كتبغيو وهدو كل هما دقات كيتوتاو بشكل كبير مع الدجاج الخرد التهوي او لا المتغد ضروري الى كين ديروه سوفيكم بقى انقلب في هدو القطع ديال الجج ازت هنية واحد القطعة كانت عندي ديال الفلفلة حمراء مقطعة شرائح طويلة تايزتها في اخر مرحلة كتبقى باينة شوية اهنية بقالية شوية من هدو صلصة ديال الفخماج اللي تقاسمت معاكم في فيديوهات سابقة يعني ازتها تهيا واحد لما علقة يلا ما عندكمش جوج ديال القطع ديال جبن متلس كتعطينا تعليكة لهاد القطع ديال الجج يلا ما توفرتش لكم واحد جوج معلقات ماشي ضروري كيف قلت لكم اخواتي انا كتكون عندي شي حاجة كنبغي نوضفها باش هكاية نستفدو منها ما تضيعوهاش وحكاة ديال الزعتر اللي كتعطينا مدق زوين سفي الحشوة ديالي واجدة العجينة ديالنا اراها غدية تكون خمرات غد نخلي الحشوة تبرد على جنب سفي وغدين ناخد هاد الخبيزات او لا عفوا هاد العجين وغدينوزعو على خبيزات القياس اللي غدينتبغيونتوما كنت ديهاو نجيبها بينيدية باش كنخرج منها الهواء اللي فيها وكنبدع نوزعها او نقطعها حصص ديال الخبيزات ديال البرجر ديال العجينة كان بيليكن بانها ما شاء الله مدلوكة ومنبلة هنا غدين بدين ندير غير طريطة ديال دقيق ما تزعموش فتحين غير طريطة باش هكا اللون ديالهم او لوجه ديالهم يجي محمر ويجي زوين غير العجينة باش ما تلتسقش لينا غير واحد شوية ما تزعموش باش ماشي بحل العجينة ديال الخبز سفي وغادي نغطيهم ونخليهم حتى هدين يرتاحوا شوية باش نرجع نبدا نقرس فيهم ما كنقرسوهم ش بزاف غير واحد شوية كان نضغط عليهم واحد شوية طاوى عندي ارشيتها بشوية ديال دقيق ممكن انكم تفرشوا لها ورق المطبخ اخواتي فرشوا لها ورق المطبخ او لدهنوها بالزيت لان انا يا طاوى ديالي ما كتلتسقش ليه خصوصا ان انا غدي ندهنو لهم الوجه ديالهم باش هكي ما ينسقوش لكم في الطاوى غدي نغطيهم ونخليهم يخمروا نغطيهم يعني تقلع لهم بشي حاجة انا هنا راي درتها تسيري بيتها لكن من بعد غطيتهم باش هكي يخمر لنا العجين ديالنا او لا الخبيزة ديالنا بعد ما كي يخمروا هنا يا عندي الحليب مع شوية ديال صلصة صوجة عفوا انتوما اخواتي ديروا واحد الحبه ديال البيض صغيرة معها شوية ديال الحليب ودهنو بيع ما ديروش غي الصفر البيض الصفر انا ما توفرتش ليه بيضة ملقيتهاش لكشي صافي ما قلت بلا ما نهبت عاد نقلب على البيضة اللهم اران نقضي بهد الحليب وصلصة الصوجة صافي كان دهليهم الوجه ديالهم اردوا لبال انكم ما تهبطوش الاختمر ديالهم خليهم يعني كي يكونوا خامرين من ينزبغيوا دهنهم غير بشوية يديكم تكون خفيفة على اه الوجه ديال الخبيزات وانتو ما كت كتدهنوهم هاد لقيته كتكونوا مش علي الفران كي يسخن يعني الفرن خاصو يكون ساخن مزيان وهنا يا عندي هاد الحبوب باش غادي ننسم او لا عفوان باش نزيل الوجه ديالها ديال هاد الخبيزة ديال بيرجر عندي الحبوب اللي خاصين بالخبز فيهم شوية ديال الخشخة شوية ديال زنجلال بيض زنجلال او الزنجلال العادي اللي حندكم صار في دخلتهم الفران كان ندخلو الفران كان نديرو الفرن متوسط يعني ما تخليوش كيف كنقولو ما تخليوش سخون بزه لان مني كان نخليوش درجة الحرارة ديالو مرتفعة كيت ترتقو لنا ملفوق مني كان نخرجوهم كلوهم في هاد المنديل او لوحد سريبيتا او لكي نغطيو عليهم مش كنخليوهم حتى غادي نترجع عليهم ديال الحرارة وكيرطابو وشوفوا معي اهنا اخواتي اراهم مسفجين هانتوا شوفوا كيفش دايري اللي وصلت معي يتل هنا وشفت هاد الخبيزات هكا تقول يا شفتهم مسفجين ان شاء الله انتم نجربوهم ويعجبوكم وتفرحوا بهم وليداتكم هنا السلصة باش غادي اندهان هاد الخبيزات اللي عندكم عندكم شوية ديال الكيتشوب مع المايوناز خلطوه مع بعض ديتهم عندكم غير الكيتشوب عندكم غير المايوناز عندكم صلصة خاصة بصونت بيتشات او لهذا المهم ماشي شرط انه شنود باش تدهنهم الفكرة هي ديال الخبيزات وديال الحشوة وانتم ما يبقى لكم الاختيار باش ما ممكن تدهنهم ديال الدجاج مع الفلفلة وممكن تديرو اي حشوة مع الاختيار ديالكم ممكن تديرو خبيزات ديال الكفتة وتقسمت معاكم في فيديوهات سابقة خبيزات ديال الكفتة بكمية قليلة ديال الكفتة وعندنا الخضر كي يجول دادين نجربوهم بزاف ديال الاخوات وممكن توضفوهم في هذا الاقتراح هذا سوف ينرش او لا نوضع كمية ديال الجبن الفرومج كي يلدد لنا هذه الخبيزات او لهذا الساندويتش ترككم عارفين كيتوتى بشكل كبير كندخلهم الفران غير كيدب عليهم الفرومج ونقدموهم صخانين الوليدات ديالنا ممكن ديرو خبيزات او لا ديرو شرائح ديال الفرومج ديال الساندويتش كي يجو لدادين انا متأكدة بانه ان شاء الله سنعجبوكم ويعجبو الوليداتكم شوفوا معي باقي سخانين اتمنى اخواتي هاد الافكار اللي كنت قسم معكم تعجبكم وتستفدو معي فيها واللي عندها شي طالب اللي كابكيك اللي كي حمقوا عليهم الوليدات بطريقة زوينة بزاف يعني كتجي ناجحة مليون في المية وغاد نشوفوا مع بعضياتنا كيك بيتزا اللي كتجي خطيرة حتى هي لبنسبة العجي ولا الحشوة كتجي ممتازة غيروا بها ان شاء الله في الاقتراحة سواء القوتة او لاشا بالنسبة الى المادلين يخرج كمية كبيرة ويأتي خفيف ريشة سوف نحتاج لها في المكونات 4 حبات البيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ يعني تكونوا مخرجين من قبل من تلاجة وحجم البيض يكون كبير يكون احسن قبيصة الملحة لا نستطيع او هاش ضروري منها لتصحيح الدوق كيس السكر منسسا بالفانيلا كاس مع مرش السكر سنيده وكاس مع مرش زيت نباتيه وعندنا جوج كسان دقيق سوف نبدو بهم في اول مرحلة ونشوفوا منين سوف نحتاجوا الدقيق اول حاجة سوف نبدو بها سوف نخدموا البيض مع السكر مع هذه القبيصة الملحة مزيان وسكر منسسا بالفانيلا حتى سوف يضعف لنا الحجم من الخلاة الكابكيك او المادلين السر اللي غادي خليهم يجيو خفافين وهشاشين من الدخل يعني بحالك تاخدوهم في المحلة تجارية الكبرى سوف نشوفوه معي ان شاء الله في هذا الفيديو بعد ما كيتضعف لنا الحجم الخلاة اللي فيها البيض والسكر سنزيد كاس مع مرش زيت نباتيه ونضيفه شوية بشوية ونخدمين بالخلاط الكهربائي سنسمو المادلين مقشرة الحامضة ونحتاجه حتى العصير الحامض هذا الحامض موجود في الاسواق سنضيف علبة اليوغورت وفي هذا المرحلة لا نبالغه في الخفق يعني غير ندمج اليوغورت مع باقي العناصر سوف يتوقفه ما تبالغوش في الخفق باش هكا ما تهبطوش دك التفاعل اللي خدمته او لا دك البيض مني انتهوه غد يبدو نضيف في الدقيق شوية بشوية ولو كيكون عندنا مغربل غد نغربلوه مرة ثانية لنجاح وصفات الكيك او المادلين او الكاب كيك نعود نغربلوه مرة ثانية هنا عندي جوج اكيس خميرة كيموية او البيكين باودر وزن 7 جرام او 8 جرام يعني المجموعة 14 او 16 جرام ديال الخميرة كيموية سوف ينخلط الكل مزيان وكيف قلت يحتاجه اكثر من جوج معلق ديال جوج كيسان جوج كيسان ديالدقيق ممكن انكم تزيدوا واحد نصف كيس هنا الخليطة ديالنا كيجي على هاد الشكل شوفوا معي هادا والقوام اللي خاصوا يكون عليه غدي نضيف عصر ديال نصف حامضة يعني القشرة وضفناها في الخليطة ديالنا غدي نضيف هاد نصف حامضة اردوا البال ما تهبطش لكم ذوك العظيمات اللي كيكونوا فيها وغدي نخلطو بهاد الشكل هادا شكل دائري حتى نحصلوا على هاد القوام او الخليطة ديالنا كيجي شوية تقيل على الكيك غدي نغطيه بلاستيك غدائي ونخليوه اطول وقت ممكن عندنا يعني ضروري هاد الخطوة نخليوه في تلاجة نخليوه في تلاجة تقريبا واحد ساعة او لساعتين وعد نرجعو له في هاد الوقت غمشيوه نوجده الحشوة اللي غدي نحتاجها الكيك الملحة بمضاق البيتزا عندي واحد الحبات هي البصلة اللي درتها في مقلا ونضيف لها شوية الملحة زيت نباتية وكان بقى نشحر فهاد البصلة هادية حتى غدي تنزل شوية هادية تجيغ زوينة بزاف بمضاق البيتزا كل شي كيبغيها البيتزا صغره الكبير غدي نضيف لي واحد الحبات الفلفلاء اللي عندكم ملونة غير الحمراء دائما كنفضل انني نبعاد على الفلفلاء الخضراء بوحدة تايلة عندكم الفلفل ملونة يكون احسن عندي واحد الحبات هي المطيشة قطعتها مكعباتها هي صغورة وضفتها نخلط الكل مزيان ومطيشة من الاحسن تكون شوية طيبة هادية تغنينا حلى صلصة طماطم وكتجيزوينة بزاف نضيف شوية ديال ملحة شوية ديال تحميرة شوية ديال بزار وعندي واحد المعلقة ديال المركز الطماطم غدي نحلو بشوية ديال ما باش غير يعطينا واحد الصص باش ما تبقاش هكا عاقدة لأحاجتنا فهد الصلصة نتكون شوية خفيفة وبدين بها هي اللولان باش هكا نخليوها تبرد على جنب وغدي نسموها يعني المناسمات اللي كيتواتوا بشكل كبير مع البيتزا ثم بودر وعندي واحد الحكة ديال الزعتر وعندنا زيت البلدية ممكن دير وريقة ديال سيدناموسة او لا ورقة الرند من الول مع البصيلة وكنبقاو نخلطه مزيان ونحلوه فهد العناصر مع بعض ديالهم واللي كيبغي الحار ممكن انه يزيد شوية ديال سودانية او للشطة سوف نخلي الخليط ديالي على جنب سوف ندوز ان وجده القاعدة ديال هاد الكيكل يكون مالح سوف نحتاجه لهجوج حبات ديال البيض بدرجة حرارة المطبخ كاس مع مرش ديال الحليب سائل وحتى هو نكون مخرجينه من قبل من تلاجه ضروري نكون مخرجينه من قبل من تلاجه ما يكونش بارد لانك تكون خامرة وعندنا رس معلقة ديال الخميرة فورية او للخميرة المعجونة سوف ندمج الكل مع بعض رس معلقة ديال السكر وعندي نصف كاس نخلط ما بين زيت البلدية وزيت رومية مدرتش الملحة هنا في اللول حتى سوف ندمج العناصر مع بعض بشتفى علي الخميرة نضيف الملح لانه عندنا فطيرة مالحة سوف نسم هذا العجين بشوية ديال الملح بشوية ديال السودانية بشوية ديال التحميرة وعندي الخدر مجففة الى توفرت ديروها لما توفرتش ماشي ضروري ممكن تكتفيه بشوية ديال الزعتار شوية ديال السودانية راس معلقة ديال الخردة الأولى ديال المتاغد وكتجانسوا العناصر مع بعضياتهم مزيان حتى سوف نتخلطوا مع بعضياتهم وعندنا نضيف الدقيق عندي جوش كسان ديال الدقيق صدخوني هذه الخديرة تجيب مدق البيتزا تجيب زوينة بسير وسهلة وسريعة تحضير يعني توجد في واحد الوقت ينضيف واحد الكيس ديال الخميرة كيموية وزن 7 جرام او 8 جرام عفوا هنا ينضيف جوج اكيس ديال الخميرة كيموية يعني جوج خمارات ضغط الأول ونضيف ثاني سوف نضيف مياه سوف نضيف مياه مع بعضياتهم وهذا هو الخليط ديالنا جوج كسان ديال دقيق إذا احتجيتوا واحد شوية شوفوا الخليط يكون على هذا الشكل لا تكون قصحة وما تكونش خفيفة هنا عندي هاد القالب هادا ديال مو العجيب دهنته بالزبدة ورشيته بشوية ديال دقيق بديت به ول 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 وجدته ممكن انكم تدروها في اي قالب ما الاختيار ديالكم او لا البيريكس اللي كيكون ضاير كيف ما بغيتوه ولا طويل سوف يتفرغ الخليطة ديالكم فيه وفي هاد الوقتة يكون عندي الفران سخون يعني ماشي بحل الكيك العادي اللي كيكون حلو او لا الكيك اليومي اللي كتدخله مباشرة لها الفران هادي غادي ندخلوها ان شاء الله هالفران اللي كيكون سخون كتكون شعلتو عليه السخن من قبل وكتقدل لها الوجه ديالها يعني حاولون انكم تخبطوها مش تخرجو منها الهواء اللي كيكون فيها وكتطيب بسرعة كتجي محمرة كيجي فيها واحد اللوين غذال غير بحديتها كمين غادي ندوقها غادي تعجبكم المضاق ديالها غادي نقلبها لان تزيين غادي نديرو فهد جهة هادي كتكون وفق شفراء لدي شوية دي الفرماج الموزاريلا نضيفه الأول في القاعدة وهذا حشوية اللي وجدنا دي الفصلة مع الماطشا و مع الفلافل نوزعهم على هاد الموزاريلا او على هاد الجبن وهنا سنضيف الطون ممكن نضيف شوية دي القطع جاج مع البصيلة من الأول أنا اضيفت لها الطون ونضيف شوية دي الفرماج في اخر مرحلة الزعتر بشكل كبير هنا عندي خالط بين زعتر و زعتر يعني بجوج و ندخلهم بالفران و في هذا الوقت سوف نرجع الخالط المادلين في تلاجة العجين المادلين يأتي على هذا الشكل نحاول انني نحرك واحد شوية ماشي بزاف ماشي تفصوها قعف خطرة العجينة سوف نجيب القوالب الخاصة بالكاب كيك او المادلين اللي وجدتهم انا ياما قبل يعني هذي كيسات و وضعناهم في هذه الصافحة سوف نبقى نفرغ كمية دائما ما كان عمره حتى الفم كنخلي واحد شوية فين غادي نتفخوا و يطلعوا و يعلى و عفواد كم قدوهم مزيان صافي و من بعد غادي ندخلهم الفران هذي الخطوة هذي مهمة اننا نديرهم فتلاجة كتعطيهم نتيجة زوينة بعد ما كيطيبو كيكون هذا هو الشكل ديالهم كيجيوا عاليين و محمرين و خفافين من الدخل يعني كتلقوا فيهم ذلك التقب اللي كتكون في الكيك او لا في الماضلين او الكابكيك اللي كيعجبونا كيك بيتزا او للبيتزا السائلة او لا المهم يختاروا لا الاسم اللي اللي يعجبكم المهم هو الماضاك كيف كنقول ديما المهم هو الماضاك كتجي على هاد شكل و الكابكيك تيجي خيف كانت مننا كانت مننا اخواتي الاقتراح اللي تقسمت معكم اليوم اولى الافكار اللي تقسمت معكم اليوم في هاد الفيديو تكون نالت استحسانكم ما تبخلوش عليها بتشجاعة ديالكم الله يجزيكم بخير من باب التشجيع والتحفيز فارتاجيوا الفيديو مع الحباب والمعارف ديالكم خليت لكم الراحة والهنا ورحت البال والصحة والراحة وانطلقوا ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوفوا معي الكيك كيفش كيجي كيجي مسفج من الدخل والمضاق ديالو كيجي خطير مع كويس ديالتاي فهد البردة كتجيزوينه او لا نرفقها مع شربه دمزم في حفظ الرحمن والسلام عليكم